أغلقت مساء اليوم سنضيق الاقتراع في الانتخابات المحلية التي تجري في مدن وقرى الضفة الغربية دون قطاع غزة بانتظار إعلان النتائج وتحديد موعد لانتخابات تكميلية لهيئات محلية لم تشملها عملية الاقتراع اليوم الفلسطينيون في الضفة الغربية والمقدر عدد المسجلين منهم في سجلات الانتخاب بنحو 700 ألف مواطن ينتخبون ممثلهم في الهيئة والمجالس المحلية دون إجراء الانتخابات في قطاع غزة للمرة الثانية على التوالي بعد العام 2012 نشهد عملية ديمقراطية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكنا نأمل أن تجري هذه الانتخابات في قطاع غزة ولكن كما تعلمون حركة حماس منعتنا نجلة الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات بعد شهر إلى حماس وتوافق في قطاع الغزي في جو انتخابات يعني بتحس أنك أنت في جو انتخابي وهذا الجو كله بدأ مع الدعاية الانتخابية الدعاية الانتخابية قبل أسبوعين لما بدأت بدأ الجمهور يتفاعل مع الدعاية الانتخابية ومتأمل أنه وجود قوائم كثيرة وعدد مرشحين كثر أنه يساهم في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات أربعمائة وواحد وستين مركز اقتراع تضم ألفا ومائتين وخمسة وسبعين محطة موزعة على أحد عشر محافظة في الضفة فتحت أبوابها للمنتخبين منذ السابع صباحا حيث بلغ عدد القوائم المرشحة خمسمائة وستة وثلاثين قائمة يتنفسون على ألف وخمسمائة وواحد وستين مقعدا مخصصة لمائة وخمسة وأربعين هيئة ومجلسا محليا التكريس مفهوم الديمقراطية بهذا الشكل وبهذا النمط وهو أيضا رسالة العالم بأنه إحنا قادرين أنه نعمل انتخابات وقدرين أنه نختار ونضخ دماء جديدة في هيئاتنا المحلية وخاصة إحنا بنتكلم عن قطاع جدا مهم فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدمة للناس هاي هي السمة اللي مفروض يتحلى فيها شعبنا الفلسطيني بأنه بعيدا عن العائلية وبعيدا عن الفئوية والسياسة لأنها هي هذه خدماتي بحث نتائج الانتخابات النهائية ستعلن في ظرف 72 ساعة من انتهاء عملية الفرز التي بدأت تمام السابع مساء مع إغلاق صندق الاقتراع سيتضمن الإعلان عن عدد الأصوات التي حصدتها كل قائمة وعدد المقاعد التي ستحصل عليها في كل مجلس وهيئة محلية في ظل انتظار انتخابات تكميلية لأكثر من 60 هيئة محلية خلال الفترة المقبلة من مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا